طاقتك بهذا الأسبوع والأسبوع الثالث برج الدلو طاقة الحبيب مشاعرك مشاعر الحبيب نواياه خطوته القادمة مصير العلاقة وهذه نتيجة القرارة برج الدلو أنت في هذا الأسبوع هناك تغييرات مفاجئة ستدخل لحياتك يجب عليك أن لا تقاومها وتخضع لهذا التغيير لأنك إذا قاومت هذا التغيير ستفشل وتعرض نفسك للسوء كيف ترى الحبيب؟ ترى الحبيب بأنه قد اترب العلاقة وذهب تراه بأنه مبعد وما هو؟ من المحتمل أنك متزوج من هذا الشخص محتمل أنك إما متزوج وإما كنت معه في علاقة طويلة هو شخص أو أنه شخص راجح صاحب قرارات هو متواصل معك في الروح الداخلية هو ينظر إليك في داخله ويحاسب نفسه محاسبة داخلية يجلس مع نفسه يحاسب نفسه كثيراً الطاقة العامة لك لهذا الأسبوع هناك تغييرات فجائية ستدخل إلى حياتك ينصحك الترد بقبول هذه التغييرات وعدم مقاومتها لأنها ستسبب لك الخسارة إذا قومتها فاقبل هذه التغييرات بشكل مبدئي لعلى الظروف تتحسن لاحقاً كيف ترى الحبيب؟ أنت تراه مبتعد تركك ترك العلاقة أو ترك الزواج وابتعد من المحتمل بأنكما كنتما متزوجان هناك كان هناك أو علاقة ارتباط قوية منذ الزمن وهذا الحبيب ترك هذه العلاقة ورحل وهناك قرار مصيري بالانفصال لنرى نوايا أو طاقة الحبيب لهذه القراءة عفواً طاقتك لهذه القراءة أنت في طاقة اهتمام بالعمل والتركيز عليه فأنت تحاول تقديم أفضل شيء لديك لأنك بطبعك شخص ناجح لا يحب الفشل وإذا عمل شيء فأنه يعمله بإتقان أو أنك تعمل على تأسيس مهنة لك في المستقبل وتعمل ساعياً على ذلك فالجانب العملي يأخذ حيزاً كبيراً من حياتك وأنت بحاجة لتخصيص بعض الوقت للعلاقات لعلاقتك العاطفية وبما أن هذه القراءة قراءة عاطفية يمكنني القول بأنك أنت الآن في علاقة عاطفية وأنت تعمل ساعياً بكل ما تستطيع فعله على جعل هذه العلاقة أن تكون ناجحة طاقة الحديد هي الثلاثة نقود أيضاً أن أجد أن طاقة الحبيب أيضاً هي طاقة عمل فأنتمان اثنان في هذه الطاقة تركزان على حياتكما العملية أكثر من حياتكما العاطفية ومن المحتمل بأنك أنت والحبيب تعملاني في ضمن مجموعة واحدة أو في مكان عمل واحد فهو مشغول بإنجازاته العملية والمستقبلية أيضاً طاقتك أو مشاعرك ما هي مشاعرك أنت تشعر بالوحدة مع نفسك وروحك وتركز على احتياجاتك الجسدية أو الشخصية وتشعر بالميل لأن تكون وحيداً منعزلاً وتركز على مستقبلك المادي أيضاً فأنت من المحتمل بأنك تريد تحسين وضعك المادي هذه هي مشاعرك مشاعر ابتعاد عن كل من هم حولك والتركيز على وضعك المادي أنت مركز على وضعك المادي وهذا هو الحبيب مركز من جهة على وضعه المادي وسنأتي لنعرف ما هي مشاعره مشاعره هي هذا كرت التواصل عنده انجذاب أنا أجد أن هذا الحبيب صحيح بأنه مركز على حياته العملية بشكل كبير لكن عنده انجذاب عالي تجاهك وتواصل وهو متواصل معك روحياً وأنت أيضاً تتواصل معه بالروح أنا أجد فأنتما الاثنان متواصلين بالروح فكلاكما يحبان بعضهم البعض ولا يملكان الوقت الكافي للتعبير عن المشاعر وأنا أرى بأن هذا الحبيب يفكر بك بشدة فهو يحبك كثيراً ويسعى بأن يطور العلاقة إلى الزواج أما بالنسبة لمن ليس عندهم شريك عاطفي فأنكم ستتعرفون بهذا الكرت على شريك عاطفي بشكل غير متوقع وسريع وهناك فرصة لعمل جديد إذا كنت غير مرتاح في عملك وتريد تغييره وهذا الكرت يدل على ذلك نوايا الحبيب في هذه القراءة إعادة شعلة الحب لأني كما أرى بأنكم منهمتان في عملكما كثيراً فهو ينوي إعادة شعلة الحب بينكم من جديد وتجديد العلاقة بطريقة أفضل فأنا كما قلت الحبيب عنده مشاعر فياضة لك وطاقة عالية وهو لا ينقطع عن تفكير بك أبداً وإذا كان هناك أي تباعد فهو يريد إعادة العلاقة من جديد كما لو كانت كما كانت في السابق مع كثير من الحب والشغف هذه هي نوايا أما خطواته القادمة الزواج طبعاً بكل وضوح وصراحة هو سيطلب منك الزواج مصير هذه العلاقة مصير هذه العلاقة أنا أجد أن هناك عندما يكلمك بخصوص الزواج أنا أجد أنكما ستتعرضاني إلى الخلافات والمشاكل بينكما بسبب إما علاقة ثلاثية هذه إما أن تكون بسبب هذه العلاقة الثلاثية التي كانت عنده في الماضي فاحتمال أن يكون الحبيب في علاقة مع شخص آخر غيرك أو أنه متزوج بالفعل أو أنه سيحصل بينكما خلافات وفي هذه الكارت تدل على خلافات وعدم تفاهم لأن كل واحد منكم يريد أن يفرض آراءه على الآخر وهو يحب أن يكون هو المسيطر أو وجود صراع داخلي يجب عليكم تجاوزه هذه ثلاثة حملات إما وجود صراع داخلي يجب عليكم تجاوزه بينكما عدم ثقة أو عدم تفاهم أو عدم تفاهم على شيء معين سيحصل بينكما ويريد كل منكما فرض للسيطرة على الآخر أو بسبب علاقة شلاثية كانت عند الحبيب في الماضي هو نواياه واضحة هو يحبك كثيرا وأنت تحبه وأنتما متواصلين مع بعضكما بالروح وهو يريد منك الزواج بشكل واضح وصريح وإعادة شعلة العلاقة كما كانت معك في السابق ولكن هناك اختلاف وجهة مناظر بينكما وخلافات على شيء ما على احتمال أن يكون شيء خاص بالزواج أنت أنت ستريد إن كذا وأنت ستريد كذا ولا أنا أريد هذا وأنت لا تريد هذا كلاكما يريد يحب السيطرة وفرض الرأي على الآخر فالنصيحة هي النصيحة تقول لك اتفقوا مع بعضكم احكموا بالعدي اتفقوا مع بعضكم اجلسوا في جلسة محاكمة وقول وقل لها ماذا تريد منها وهي تقول لك ماذا تريد أنت منها واتفقوا فبدون الاتفاق بدون هذا الاتفاق وهذه الجلسة التي يجب أن تجلسوا مع بعضكما وتتفقان على شيء معين لن يحصل هذا الزواج وهذه العلاقة وسيصبح فيها خلافات اتفقوا وستكون أمور كما تحبون وترضون شكرا لكم على مشاهدتكم لهذا الفيديو وأرجو أن أراكم في